أهلاً أحبائنا مشاهدين في كل مكان حديثنا في هذه الحلقة كيف تقاوم التجارب مثل ما ابتديت في المقدمة أنه ما في أي إنسان تحت الشمس إلا ومر بتجربة أو نوع معين من التجارب فخلوني في البداية أقرأ من كلمة الله من الكتاب المقدس من رسالة يعقوب الإصحاح الأول خليني أبتدي من آية اتنين يقول الكتاب المقدس احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبراً وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة لأن المرتاب يشبه موجة من البحر تخبطه الريح وتدفعه ثم ننتقل إلى آية 12 مكتوب طوبة للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونهم لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحداً ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية والخطية إذا كملت أو إذا كملت تنتج موتاً لا تضل يا إخوتي الأحبة فإذا واضح من الآيات اللي قرأتها في رسالة يعقوب لصاح الأول بيتكلم عن نعين من التجارب بيتكلم أولاً عن التجارب والمحن اللي بيمر فيها المؤمن عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبراً والغرض الأكمل من هذا الموضوع كما يقول الكتاب لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء ثم في آية 12 طوبة للرجل الذي يحتمل التجربة نقرأ هذه الآية مع صدى الصوت بما قاله النبي أيوب في القديم ثم النوع الثاني اللي هي التجارب الشريرة فإذا لحظوا معي هنا أحباء بيتكلم عن التجارب من الله اللي هي امتحانات ثم التجارب من الشيطان بيتكلم عن التجارب المقدسة ثم يتكلم عن التجارب الغير مقدسة يتكلم عن التجارب التي تنمي وتقوي حياة الإنسان ثم يتكلم عن التجارب التي تقود الإنسان إلى هلاكه وإلى موته كما يقول الكتاب المقدس اشتركوا في القناة